يأتي ذلك في أعقاب صدور مذكرة قبض بحق مدير قسم الامتحانات في تربية الرصافة الثانية عدي شريف من قبل محكمة استئناف بغداد الاتحادية واستندت مذكرة القبض بحق مدير قسم امتحانات تربية الرصافة الثانية إلى المادتين 289 الخاصة بتزوير المحرارات الرسمية و298 الخاصة باستعمال المحرارات الرسمية ضمن قانون العقوبات العراقي محمد داود جامتاهم بدال شاكر مدرسة عبدالله بن مسعود الابتدائي يا مركز مركز السام